السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا الشرح البسيط والموجز لواحد من أهم المواقع لرفع ملفات الصوت الموقع اسمه archive.org يستحسن يكون لك حساب في هذا الموقع وبرضو تقدر ترفع بدون ما يكون عندك حساب ناكي ميزة الحساب انه تقدر تتحكم ملفاتك بعدين انا سجلت خل نسوي خروج اول ما تدخل هذه الواجهة تضغط join us تكتب ايميلك تكتب امرا ثانيا هنا كلمة السر اضغط موافقة الشروط وقل get library card هنا يقول انه موجود حساب بنفس الإيميل هذا نفرض انه ما سجلت اول مرة راح يرسلك ايميل فيه رابط تفعيل الحساب لما تضغط رابط التفعيل تروح لتضغط الايقونة هذه عشان تروح للصفحة الرئيسية تقول login هنا الان انا دخلت اروح اضغط upload اقول upload files رفع ملفات هنا اقدر اسحب الملفات او اختار ملفات ملفات اليابي مثلا نضغط هذه انا بواحدة طيب 300 كيلو جميل page title اللي هو عنوان الصفحة ملفاتي الخاص هنا رابط ملفات اللي راح يكون فيها مثلا اسمي علي علي اي هنا وصف ملفات هنا الوسوم الكلمات الدلالية عالي هنا اسم الشخص اللي مسوي الصفحة او اللي مسوي الصوت مقطع الصوت هنا طبعا هذول مو بلازم هنا تختار التصنيف يستحسن يكون الاول هنا الحقوق حقوق الملكية هنا اللغة تقدر تضيف اكثر من ملف ما عجبك الملف اضغط اكس نضغط اكس نضغط ملف جديد اشتع اكس 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 ملف علي اشتركوا في القناة 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 هنا هادي ملفاتي لو اضغط delete او زر ايمن delete حذفة اللي فوق rename F2 او هنا قدر اقول upload file او هنا classic uploader ابغى اضيف هذا واضيف مثلا او هنا 400 كيلو هنا عن طريق الجافة على طول اذا خلصت تأكد انك خلصت من هنا اقل update item وراح يوديك هنا اقل رابط صفحتك راح تحصل الملفات اللي اضفناها جديدة لاحظينا intro.mp3 اقدر اروح من جديد اقول edit item edit metadata واغير اللي انا ابي اتمنى يكون الشرح بسيط وسهل وهذا الشرح صراح هداء لصديق العزيز البرسلان شكرا لكم اشتركوا في القناة